أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب يضيف وضيف حضراتكم في هذه الفقرة نجمة كبير كابتن أحمد نخلة زي كابتن أحمد أهلاً بيك كابتن أحمد شرفوا نور يا رب يخليك حالي سعادة جداً بوجود حالك معنا أنا اللي سعادة جداً بوجود معاك ومتشرف بوجود معاك وفي خانات النادي الأهلي وبنمج البيت الكبير ودائما نعرف كده النادي أهلي مجمعنا على خير إن شاء الله بنخليه طيب كابتن أحمد خلينا نبدأ معاك على طول بما حدث أمس من مباراة ند الأهلي ضد اتحاد المنستيري البعض شايف إن هي تجربة جيدة أو تجربة رسمية أو الأولى تجربة المرسل كولر الرسمية تجربة جيدة وبالتالي ننتظر ما هو قادر طبعاً بنقول مبروك طبعاً مبروك خارج ملعبنا الاتحاد المنستيري فريق قوي تمام قبل كده يا سلام الفتر اللي فاتت كنا أخرى عشر سنين لو تفتكر كنا باللعب فرق من تنزانيا فرق من نايجر فرق من تشاد لكن إن احنا نلاعب فريق بقوة التحاد المنستيري اللي ترتيبه المركز الثاني في دور التونسي وطبعاً تعرف الدور التونسي دوري قوي صحيح لما نيجل تكلم عن دور التونسي أقوى أربع فرق تتكلم عن الترقي رقم واحد داته متصيد ما شاء الله في تونس تتكلم عن الصفاقسي تتكلم عن الافريقي تتكلم عن نجم السحلي لما يظهر فريق زي الاتحاد منستيري ويوصل لفنش تاني دوري ده يدل على أن الفرقة دي فرقة كويسة جدا مش عاوزين نقلل من قيمة الاتحاد منستيري أنه في ناس كتير جدا بتتكلم ده فرق ضعيف ده فريق قليل بالعكس فريق كويس ليوصل لمرحضة هي كتن الإسلام سأنا أرى في هذه النقطة برضو أنا شايف أنه فريق كويس وفريق مستقر وكل حاجة ولكن أنا الحقيقة اللي يفريق معايا هو شكل وأداء النادي الآلي أكتر من أي شيء تاني حضرتك كان نجم كبير ولعب كرة ولعبت على مستويات كبيرة جدا ومنتخب مصر تقدر تشوف وتقول أنه اللي حصل مبارح ده شيء عادي وشيء طبيعي أنه أنت تكسب مهما كان قوة الفريق وجهة نظري مهما كان قوة الفريق وكل حاجة ولكن في النهاية الوقفة في الملعب جيدة اللعبة وقفة كويس الدنيا مظبوطة الباس مظبوط الهدوء موجود أتكلم على مصر الكورر أول حاجة اتعامل مع المبارح بشكل جدا لعب شخصية النادي الأهلي لو تشوف حتى طريقة اللعب 4-2-3-1 واسلوب اللعب نحس أنه اللعب هجومي أعتقد أنه حتى الفرقة كان فيها تنظيم كويس جدا أنا كابتن إسلام من بداية المبارح في بناء من الخلف ومنحضر بشكل كويس ومسيطرين على الجيم لا النادي الأهلي شكله تغير للأمانة يعني أعتقد فيه تغيير وباين بأنها فترة كبيرة وكمان توقيت المباراة كمان يعني خارج ملعبك مباراة رسمية ومباراة برضو المفهود نام مؤثرة فيه مكسب كتير جدا لكابتن إسلام أولها أولها رجوع الناس رجوع أقرم أقرم ده مكسب كبير جدا جدا تمام كلم على بورنوسافي طبعا لعيب مميز وعيب مؤثر بصراحة يعني برضو ظهر بشكل كويس أكلم على برضو مباراة أنا فاجئت وكتير جدا جدا برضو إن محمود متولي موجود في التشكيل الأساسي وده برضو شيء بيقول إن الراجل بيشوف اللي عنده أداء والشاف إنه هو بيقد بشكل كويس هيديله ودي حاجة كويسة جدا برضو شوفنا برضو شهاده حسين من بداية اداله فهذه برضو خطوة كويسة جدا شهاده برضو من اللعيبة اللي عمل مسلم يا إسلام ممتاز جدا جدا سلاميك بالزبط كده عمل مسلم رائع بصراحة أتمنى إنه هو يعني مش الطموح بس إن أنا أوصل إن أنا أوصل نجل أهلي أتمنى الطموح إنه هو يركز يحط رجله في الحداشر اللعيب اللي جوه الملعب بس أنا كابت النخلة في الحاجات اللي زي دي أو في مثل هذه المباريات أنا مش من هوات إن أنا أحكم على حد من أول مباراة يعني اللي شايف إن شادي كويس لا هو ما يبنش إنه كويس اللي شايف إن شادي وحش لا ما يبنش إنه هو وحش يعني مش من أول مباراة حبتدي أقول أنا مختار شادي كتواجد معنا شادي ومصطفى سعد وبرونو سافيو هذا السلاسي اللي جوا من نادي الأهلي كسفقات جديدة وبالتالي احنا شايفين التلاتة دول يقدروا يضيفوا إضافة في النادي الأهلي مش النهاردة ولا مباراة يوم 15 ولا كذا ولا كذا ولكن عدد المطشط اللي حيلعبوها وتأثرهم في المباراة أعطأ وجهة نظري ما عرفش رأي حضرنا طبعا كلامك مناطق جدا جدا وكمان يعني أضيف لكلامك كابتن إسلام إن إحنا برضو الحمد لله أنت عندك برضو يعني بصراحة الكابتن الخطيب إحنا نشكر الكابتن الخطيب إنه هو ريح كل المجموعة دي في آخر ست مجرارات من الدوري إدى فرصة للعيبة المستهلكة بدانية دي إنها ترجع تاني لطبيعتها فهذه فرقة كتير جدا مع الفرقة إحنا بقالنا ثلاث سنين هكابتن إسلام عملاش فتة إعداد إنت بقالك الثلاث سنين ما ريحتش أصلا وإنت عارف لما بتيجي في نهاية الدوري أو خلاص الدوري بيخلص إنت عالي بتأخذ على قل عشر تيام من الأسبوعين راحة أوكي وبتيجي بداية فترة الإعداد بتأخذ لك من ست أسابيع لتمن أسابيع يتخلى لها مبارات ودية عشان توقف على مستوى الفني والبدني والتكتيك والمهاري الشغل العادي بتاع المداربين أوكي النادي الأهلي ما مرش بالحاجات دي أول مرة تحصل الفتر اللي فاتت الراجل بقى راح واريه أربعين يوم يعني شهر وعشرة تيام بتتكلم فعيح عمل إعداد وعمل من خلال الإعداد ثلاث مبارات ودية أنا وإنت ما شوفناهمش ما فيش حد تشوف المبارات دي فعيح لا عرفنا التكتيك بتاع مثل القرى ولا عرفنا أسلوب لعب إيه تمام لكن مبارات المبارات المبارات الابتحدي مستين اللي احنا شوفناها اللي احنا بقولنا عليها المكسب ده مهم جدا طبعا مهم جدا المكسب ده المكسب ده بيقول أنا بدي رسالة أن شخصات النجل اللي قلت موجودة في المبارات الروح اللي احنا شوفناها بعد الهدفة كابتن الإسلام دي برضو بتدل على أن في ألفة وفي انسجام بين الجهاز وبين اللعيبة دي حاجة مهمة جدا دي مكسب طبعا دي مكسب بنتكلم برضو على يعني البداية البداية برضو دي مهمة جدا أن أنا برضو طالع لفرقة أنا قلت مش قليلة فرقة كويس صحيح الناس بتقلم منها لا هي فرقة كويس لكن انت قدرت من خلال المبارات اللي انت تنتشر بشكل كويس طرابط الخطوط كان بشكل منظم جدا وكمان لما نقيم مدير فني زي مثل القرر يعني هو السيفي بتاعه قوي لكن التنظيم اللي كان موجود ده بيدل على ان الرجل ده فاهم ورجل ده عنده خبرات ورجل ده عنده رؤية تمام وكمان الشقة الهجومي اللي كان موجود بيدل انه هو يعني قبل كده أصر الرجل ده بيدافع كويس أصر الرجل ده لا أنا عايز مدير بيكون بيلعب على الشقة الهجومي ما فيش حاجة اسمها كده في علم التدريبة كابتل الإسلام في راجل أنا بدافع كويس وعندي معلم لعيب أنا معلم لعيب ازاي دافع كويس تمام وكمان نص الملعب يكون عندي قوي والربط اللي معمول بينه التلات خطوط ده مهم جدا طبعا ومهم جدا كمان انه هو عارف النادي الاهلي نادي بطلاط ودي مهم جدا هو لعب على هذا الاساس لما في آخر عشر يعمل تبديلات وعمل لك ونزل حسام حسن وشق الهجوم يزيد بالشكل ده لا أنا عاوز أكسب هي دي الروح هو ده التكتك اللي انا عاوزينه الفتر اللي جاية كمان بإزنان أتوقع كابتل الإسلام ان الأداء حيكون أفضل من كدبه كتير الرتمة ممكن يكون بطيئ شوية لأن برضو أرضية الملعب وأول مباراة رسمية والمباراة والمباراة اللي ودي الفتر اللي جاية حيكون فيها تطور في الأداء أفضل من كده إن شاء الله طيب برضو من وجهة نظرك ايه أكتر حاجة تسابها الندي الأهلي أو شفتها في أداء الندي الأهلي مباراة التنظيم رقم واحد طبعا رقم واحد التنظيم كنا مفتقدين وعا كابتن النخلة عشان كده كلنا شايفين ان التنظيم ده شيء جيد جد طبعا ينيجي تكلم عندما قلت لك كابتن ان مثل الكرر يعني بيثبت ان هو مدرب كف لما شوف الفرقة بتاعت منظمة لما تيجي تبني من تحت بتطلع بالكرة منين لما بنيجي السقة اللي احنا بيستمدوها من معض ان انت بتستلي مسلم بشكل طبيعي الربط بين الخطوط المدفعين ونص الملعب والمهاجمين الربط ده شغله مدرب تمام تكتك الكرات السابتة ده شيء مهم جدا جدا اللي انت لو رجزنا كلنا ان الهدف جي من كرة سابتة الهدف صحيح من كرة سابتة وكمان في حاجة لو احنا نركز في الهدف اللي جيه كابتن اسلام انت بتتكلم ان حسام حسن وحسام حسن ومحمد شريف ومحمود بن تولي التلاتة التلاتة عاملين تكتك في الفاول دوت مهم جدا يعني لو احنا شفنا الهدف حتبان ان هما بيحاول يبعدوا المدفعين عم حمد عبد المينم عشان يديره مساحة ان هو يجي من خلف ويجي به هدف فهذا طبعا شغل محترم جدا وده شغل مدرب المدرب هو اللي بيعمل هذه الامور طيب من وجهة نظرك برضو يعني اتحاق قلتلي كلمة مهمة جدا اتقالت انبارح في المطار عندما جاء اللاعب ولي مستر كولر وقالولو مبروك لهم لسه محدش يقولي مبروك الا بعد المباراة التانية نظبوط مهمة جدا جدا طبعا فعلا ده حصل ان اللاعبة كانت ببارك لمستر كولر فهو رد فعله كان بصراحة ممتاز جدا برضو يدل لانه هو عنده خبرات وعايز يوصل رسالة للكل قال محدش يبركلي دلوقتي احنا لسه عندنا مباراة في مصر لسه المباراة ما خلصتش بالنسبالي ده شوته انتهى عاوز نركز في شوته التاني وكمان الناس اللاعب التياريت تركزه تمام ان انا ما عنديش لعيب اساسي ولا لعيب احتياطي مهمة جدا ده كاب اه جدا جدا بيدي رسالة اللاعب اللي موجودين كلهم اللي كانوا موجودين على الدكة اللي معاه والناس اللي برا كمان بيديلهم مسيج لأ انتوا يعني انا شايفهم حتى شاف كده الامل ده حنا لسه في اول مباراة براوة عليك حتى يدل على التركيز كابتن ان لما تيجي النهاردة انبالح تيجي من الصفر متأخرة حواليه الساعة اثنين بالليل ولا حاجة تيجي النهاردة بيعندك تمرين تعمل ريكوفري للعيبة اللي لعبت كلها تمام وتعمل وحدة تدريبية قوية للناس اللي ما شركتش في المباراة ايو خالص ده يدل على برضو انا عايز اوصل للناس اللي ما لعبتش دي لبرضو الجزء البدني اللي ما خدهوش في نفس اللعبة الاساسيين لا انا بدي لك برضو جزء بدني بدي لك برضو شغل برضو مهاري عشان برضو اقرب يقربه من ولادنا اللي لعبه طيب هل كولر قادر على استمرار نجاح تجربة سويسرية يعني مع تجربة فايلر هل كولر قادر هل نقدر نقول ده بعد اول مباراة والله يا كابتن السام اعزو لك حاجة يعني البداية بتبشر بالخير يعني نقول نوع ايها اللي انتباعاته اللي بتدوم يعني بتظهر عشان كده بقولك ان برونو سافيو ظهر بشكل كويس وعنده لمسات اه اه علم علم فيه عنده كورة عنده مهارة عنده سرعة اعتقد مصر الكورر برضو بالتاكتك اللي عمله عشان كان فيه ناس كتير يقولك لا تم تلعب تلاتة تم تلعب بحمد فتحي وديانج والسورية تلعب تلاتة في نص الملعب تمام عشان اقمي النفسي خلي برونو ممكن يعمل كده ماتش جاي ممكن يعمل كده ماتش اللي بعده هي الميزة ان هو عنده عدد كبير من اللاعبين يعني انا لو قلت حيك توقع التشكيل المباراة اللي جاية ما اعتقدش ان حيب عندك تشكيل اساسي او يعني في دماغك تدار تقوله من وجهة نظرك طبع لكن هو ممكن يغير انت ممكن تلاقي فعلا حد دخل تمام جديد على الفرقة لان هو شايف انه ممكن هيزاوده في شق الهجوم لكن الاسلوب اللعب نفسه كابتن السلام وطريقة اللعب هو طريقة اللعب 4-2-3-1 تمام دي اصلا هجومية كويس صحيح لان برضه بيدي فرصة للسلية في نص الملعب ان السلية رقم 8 بيعمل الزيادة بيكمل والسلية برضه بيتميز انه بيصدد من بعيد اعتقد ان الفترة اللي جاية الشق الهجوم هيزيد بشكل كويس والمباراة اللي جاية برضه كابتن السلام مش مباراة سهلة لازم برضه التركيز من دلوقتي والتحضير من دلوقتي طبعا مهمة جدا جدا انه حضر بشكل كويس وبعد يتصور ان انت بعد ما تكسب هناك 1-0 ترجع هنا تكسب 5-16 عادي بالعكس فريق الاتحاد المنستير جاي يعني انا عايز اقول لك هو مش هيبكي على حاجة هو عاوز يجي يعمل اي نتيجة فعشان كده لازم يجي يحاول يجيب هدف في النادي الاهدي ودي فرصة ان احنا ما نستعجلش من بداية المباراة يبقى عندي برضه زي ما عندي شق هجومي وعاوز اهجم لازم يكون عندي برضه اتزان دفاعي في نص الملعب وقامنا نص ملعب بشكل كويس واعتمد ان انا برضه اعمل انتشار واخلق فرص واعتقد السيستم اللي مثل الكورة بلعب بطريقة اللعب واسلوب اللعب بشكل كويس جدا بنوصل للمرمى اه باكن احنا عاوز ننهي بقى كابتن اسلام حلو جدا يا كابتن الكلام اللي حالك بتقوله ده ولكن برضه لو حد يقولك يعني انت الحقيقة تقول كل ده في مباراة شفت كل ده في مباراة والله عز ولك حاجة المكانيات اللعيبة الكواليتي اللي عندك وبيكامل على الجول عندي بورنو سافيو انا شاف لبورنو سافيو يعني اكتر من الفيديوهات ان هو اشتغل جناح اتفاجئت ان هو بيلعب عشرة يعني بورنو عنده مهارة وعنده سرعه وبينهي على المنومة بشكل كويس وبيعمل أسستات اتفاجئت ان يلعب رقم عشرة ويجي جوية يتنظر الراجل مش مشكلة كويس لكن لما ده يكون ارضية الملعب كمان مكادش كويس صحيح الشق الهجومي اللي كان موجود الراجل بيقول انا جاي اكسب انا عايز العب وهو ده اللي احنا اللي مطلوب اللي بلاك وليعب اتنين في الاخر كمان بالضبط عليك لما نازل حسام وخلي حسام وشتيف بالضبط كده لانه كمان التبديلات دي بتدل على ايه انا عاوز ازود الشق الهجومي وانازل لعب مؤسري يزود للشق الهجومي عشان اجيب جول صحيح وده اللي حصل يعني حتى التاكتك لما بقولك الفاول اللعبة اللي معلول لما اتعملت كان فيه تاكتك ان انا احاول ابعد المدافعين عشان ايدي فرصة لمحمد عبد المنعم تمام يجيب جول وده حصل التاكتك ده معمول يعني التاكتب ده اهما اشتغل عليها كابتن اخطر من مرة فده مهم جدا ده شغل الراجل ممتاز جدا نشتق الهجومي انا بتكلم في الفترة اللي جاية لا فيه كورة هتتلعب الاستحواز الامتشار الفرقة شكلها كويس طيب النادي الاهلي كيف ينظر او كولر يعني كيف ينظر للمباراة القادمة يعني المباراة القادمة برضو انا زي ما حضرتك قلت احنا كذبانين هناك واحد سفر البعض يرى انها مباراة سهلة البعض الاخر يرى لا انه مباراة يجب ان يكون فيهونك حرص كيف ينظر لهذه المباراة كولر اعتقد ان هو زي ما قلت ان هو بيحضر من دلوقتي كابتل اسلام مجورد ان هم يرجعوا بالليل ويشتغلوا النهاردة ده شيء كويس جدا انا رجل بيحضر البداية طبعا اكيد اكيد حيجهز لعبته ان انا لازم من بداية المباراة اعتقد اول ربع ساعة او ثلاث ساعة لازم بقدر الامكان يكون فيه اتزان هجومي اتفاعي تمام مش عايزين بس ان احنا نفكر ان احنا نعمل ضغط عالي ونحاول نجيب جون بدري ونفتح مساحاتنا وراء لا اعتقد ان هو راجل زاكي جدا لان هو بيهتم بكل التفاصيل البداية لازم برضو تكون مهمة جدا جدا ان احنا النادي الاهلي الانتشار والبناء من الخلف لازم يكون فيه الرتم يكون فيه اصرع من كده محمد عبد المنعم عبد المنعم لعب وميز جدا بس لازم يبدأ يصرع الرتم شوية كورته حلوة وكورته سليمة وبيطلع في الكورة السابتة الحمد لله بيكون مؤثر وفي المتخف مص بيجيب جوان من كورة السابتة واده كورة السابتة بمبارح قدر ان هو يتوفق ويجيب جون مهم ان احنا نحاول نلعب في نص ملعب المنافس دي مهمة جدا جدا نفسيا يا كابتن من البداية اننا اللعب كله في نص ملعب المنافس دي بتأثر عليهم طبعا لان هو زي ما قلت لك ما عندوش هو بيحاول يجتهد ان انا احاول ايجيب جول لان انا خسران خلاص لكن اعتقد النادي الاهلي قادر ان هو يفوز بنتيجة كبيرة في مصر ان شاء الله طيب خلينا بعد نروح للدوري العام المصري كيف طرى الدوري العام المصري مع بدايته ان شاء الله في 18 اكتوبر كما اعلنت رابطة الاندي والله يا كابتن صعب جدا يمكن اصعب نسخ الدوري عام ستمر على مصر الفترة اللي جاية لان كل الفرق قوت نفسها كابتن الاسلام الفرق كلها قوت نفسها اعتقد يعني اعتقد المصري عمل امريكاته كويس جدا جدا الاسماعيل برضو عمل شغل كويس و جمع لعيبة كويسة حتى برمز اعتقد يعني بالنسبة للصفقة الغرع عادية الممتازة جدا برمز انه رجع مصطفى فتحي لعيب مميز لعيب مؤثر طبعا وفرق معهم في اول مورد انا اجاب جول برضو دي برضو تتحسب برضو اعتقد ده حتى اسوان يعني برضو اتمنى انهم انتوا فيه جايبين 18 صفقة وده برضو اعتقد يعني لو فيه حتى 7-8 من اللعبة دي هتكون مؤثرة هتفرق جديد جدا كتير جدا مع فرق اسوان بنتكلم على البنك الاهلي عمل برضو امريكاته كويس جدا جدا مجمع لعيبة كويس بنتكلم على سيراميكا على فيوتشار على سموحة يعني صعب يعني اعتقد دور صعب كابتن اسلامي سيراميكا مؤخرنا كابتن نخلة يعني صلاح محصن وانتقله الى سيراميكا والله اتمنى له التوفيق طبعا لان هو صلاح محصن لعيبة كويس جدا جدا لكن بصراحة كابتن هو اهمل في حق نفسه لان لما يكون لعيبة عندي زي دوة لعيبة سريع وعنده مهارة وبينها عجل بشكله كويس وكان بادئ بداية قوية جدا جدا مع نادل اهلي انه هو يبعد عن مستوى بالشكل ده اعتقد انه لازم يحاسب نفسه بشكل كبير جدا واعتقد الاعارة ممكن تفيده جدا جدا الفترة اللي جاية طيب احنا سألنا جمهورنا على السوشال ميديا على الفيسبوك احنا ما رأيك من هو رجل مباراة الذهاب برضو ناخد خلينا ناخد شوية بس يعني عمارة عمارة بيقول محمد عبد المنعم محمد ابو شادي بيقول اكرم توفيق تايسون بيقول طاهر ابو لميا بيقول محمد عبد المنعم محمد السيد بيقول متولي لعب كويس جدا ينفع مكان بنون اسلام احمد بيقول اكرم توفيق ابراهيم منسي بيقول هو نس اللقاء من اللعبت للاكرم توفيق محمد عبد المنعم مصطفى براهيم بيقول محمد عبد المنعم عمر طلعت عمر بيقول اكرم توفيق ما بين أكرم ومحمد عبد المنعم السيد سالم بقول جمهور أهلي اللي سافر تونس حضر طبعا جمهور أهلي دائما ما يكون هو البطل في أي شيء محمد مصطفى نوفل أكرم توفيق رجل المباراة عودة روح الفانيرة الحمراء ده أيمن أحمد محمود أبو العيلة فريد أهلي كله كانوا رجالة أكرم توفيق أكرم توفيق كابتل إسلام ما شاء الله ربنا يحفظه كلهم رجالة المباراة أكرم توفيق وبرونو سافيو رجل المباراة أحمد عبدو بقول برونو سافيو برونو سافيو أكرم توفيق عبد المنعم محمد عبد المنعم معلول يعني من الواضح أن الكل متجه إلى محمد عبد المنعم وأكرم وأكرم توفيق وبرونو سافيو أنا يعني أتفق مع الكم الكبير لكن هرجع لكلامك أنت كابتل إسلام يعني قلت محمد عبد المنعم وأكرم ده ممتاز وكل حاجة لكن أنا عايز أقول برونو سافيو سبب واحد بس لما تعرض له من تنمر وإهانة وكده، مش حابب بموضوع ده أو أتكلم فيه لكن أنت تكلمت فيه بشكل كبير جداً ما عرفش ليه الحاجات بتحصل عندنا في مصر مش عارف أتمنى يعني لو حتى يعني يكون في عقاب بس مش عارف من مينة كابتك مش عارف يعني مرون وصافيو ده لعيب محترف ولعيب معتبر أنه جاي ضيف عندنا في مصر تمام؟ ليه ليه تعامل المعاملة دي أنا مش عارف هو لعيب كوز جداً جداً، لعيب مهاري، لعيب برازيلي وعلى فكرة ده لعيب غالي جداً كمان، يعني مش لعيب قليل أعتقد يعني لما تعرض له من إهانة، أنا شايف أنه هو نجم اللقاء ولا جاي بفلوس كتير، ولا جاي بفلوس قليلة، ولا جاي إزاي، ولا بيلعب في الناس إنسان، إنسان لا يصح أن يقال مثل هذا الكلام على حد من الممكن أنه يؤثر بشكل سلبي لأن في الجمهورية مصر الجديدة الحقيقة الأمور مختلفة تماماً في كل شيء في كل شيء الأمور مختلفة تماماً يعني نظرة لما يحدث حتى على، ودائماً يقولك يا أصلي قناة الأهل وإنتوا لما بنيجي ندافع أو بنيجي نتكلم أو حتى بنتكلم بمنطقة المنطق وبأخلاق النادي الأهلي وبمبادئ النادي الأهلي، ناس ترجع تقولك أصلي أنتوا كذا وأنتوا اللي بتؤججوا وأنتوا اللي بتعملوا أنا انتقدني بشكل فني، أنا معاك، أنا لعيب عندي، تمام؟ لعيب مقداش كويس، قول مقداش كويس، ما تحركش كويس، لا هو مش هداف، لا هو مش جناح، انتقد بشكل فني بالضبط، لكن تحترم اللاعب، فهو ده الكلام، دي مهمة جداً الأنصرية والتنمر، يعني اللي عايز يقولي حاجة بيقولها، وكل واحد من حقه يقول إنه صفقة فشلة، إنه صفقة كويسة، إنه بيعرف يلعب، إنه بيعرف شي يلعب، إنه هو كويس، إنه هو مش كويس، لكن في النهاية يجب أن يكون الإنسانية لها وضع في هذا الأمر يعني معاك، أتفق معاك تماماً كيف؟ طيب، معلش نرجع للدوري العام مرة أخرى، يعني من أهم الفرق اللي حضرتك كنت تتكلم معنا، أنا أعتقد إن البنك الأهلي تحديداً سيكون له دور هذا الموسم في تحديد شكل الدوري، بمعنى إن البنك الأهلي جاي بفريق كويس جداً، وكل الفرق هتلعبوا بدري، وعنده استقرار فني، والنعيبة موجودة، والله طبعاً كلامك منطقي، الصفقات اللي عملوها كويسة جداً جداً، تمام؟ وعشان كده بقول لك الدور هي بقى صعبة يا كابتن إسلام، ومشي البنك الأهلي بس برضو عشان برضو نتخلينا، الإسماعيلي برضو عامل صفقات كويسة، إسماعيلي طبعاً، طبعاً، الباصري عامل صفقات كويسة جداً جداً جايب محترفين، تمام؟ بتتكلم برضو على بيرامز برضو، بيرامز الفتر اللي فاتت كلها لو مركزين برضو أهلي زمالك بيرامز في ووتشار سيراميكا، دخل معام دولاتي المصري، واللي تعسى كان داري كمان، يعني البنك الأهلي زمان تقولت يا سيب لا، أنا بقول لك الموضوع صعب، الموضوع صعب، الموضوع صعب، من اللي حينزل؟ يعني اللي مش هيصرف على الفرقة، اللي مش هيصرف على الفرقة، ويجيب لعيبة مؤسرة، لا، أنا مش عايز أقول لك برضو كابتن في حاجة، يعني أنت ما تجيش تجيبني مثلاً 15 لعيبة يا كابتن ستهم، مثلاً، وفيهم 3 أو 4 مميزين بس، هم دلالكم يعني، بالزفت كده، أنا عايز عدد، أنا جايب مثلاً، مثلاً النادي الأهلي جايب كم واحد، جايب برونسافيو، وجايب مثلاً مصطفى ميسي، وجايب شادي، شادي، أنا بقول لك المسلم اللي فاتت عامل مسم رائع، مسم ممتاز، طب يجي نادي الأهلي، طبعاً نيجي، هيفيدني؟ آه، هيفيدني، هيفيدني، هيكون مؤثر؟ آه، هيكون مؤثر، كويس، برونسافيو، لعيب مميز جداً، لعيب سريع، وعنده مهارة، مؤثر عندي، آه طبعاً، اللاعب المحتلف لازم يكون أفضل من اللي عندي يا تفتك، أنا عندي لعب محلي، أجيب لعب محتلف وأقعده بره، ما ينفعش الكلام ده، ديانج، عشان كده بقول ديانج ما ينفعش، يقعد احتياطي، ديانج يا كابتل لازم يكون موجود في نص الملعب، يلعب بقى جنبه السولية، يلعب جنبه قفشة، يلعب جنبه حمدي، بس ديانج ما يخرجش من ملعب، ديانج برونسافيو لازم يكونوا موجودين، بل أنا أصده، تمام؟ محترف، أنا عايز أستفاد به بأقصى شكل، فهدي مهمة جداً جداً، إن أنت اللاعب المحترف ده مهم، هيفيدك، وكمان هيساعد زميل، هيساعد الفرقة في كل حاجة، صحيح، طيب، مش عايز بردو بقى دخلك في نقطة الهروب من القاع والنزول، وإلى اللي حيحصل إحنا لسه بدري في هذا الأمر، ولكن من الناحية الفنية، من المباريات اللي انت شايفها هتكون على النادي الأهلي صعبة؟ يعني إحنا بنتكلم بردو يعني في المستلع، نفس الكلام، الزمالك بيرامدز المصري، بعيلاً عن الزمالك والبيرامدز والإسماعيل، سيراميكا دلوقتي برضو عمل فرقة كويسة، تمام، متكلم على الإسماعيلي برضو بيجهز نفسه، وجايب مستر جاريدو برضو، على أساس خلاص، حسوا أن قبل كده مش كل مرة الإسماعيلي يتعرض أن هو ينزل درجتان، صعبة جداً الموضوع، فأعتقد من بدري معاني الأمانة، أنا شايف أن الكابتن حامزة الجامل تظلم كابتن إسلام، الأمانة يعني، معاني الإسماعيلي؟ طبعاً، راح في وقت صعب جداً جداً، ويفمع النادي، وتم قلته بشيء، يعني غرلاق، لكن زي ما قلت، يعني، إحنا تمانوم متوفيه، بتكلم على فريد الاتحاد سكندري، برضو، الناس عمل شغل كويس جداً جداً، بالضبط كده، زي ما قلت، يا سيان برضو البنك الأهني، نحن من زمان برضو ما سمعناش فكرة المدارب الأجنبي مع نادي الاتحاد السكندري مثلاً؟ بالضبط، بالضبط، هل ممكن تنجح السنادي معه؟ أنا شايف برضو أن الحج محمد مصرحي استعام بالكابتن محمد عمر، يعتبر هو مدير النشاط الرياضي في وجوده، راجل متزن جداً، راجل عنده خبرات، أعتقد برضو المدارب الموجود ده، اللي هو سي فيه قوي، أكيد، أكيد مجاش كده برضو، بالضبط كده، أكيد مجاش كده، لأ جاي، وحي برضو هيضيف للاتحاد السكندري، وحيحط رؤيته، وأكيد يعني مجهزين له برضو مجموعة لعيبة كويسة جداً، فأعتقد الأمور هتبقى صعبة جداً الموسم اللي جاي، آه، في كل الأمور، طيب، عدد المداربين الأجنبي أعتقد ستة أو سبعة دلوقتي، تسعة، بسبع مداربين، والله سبعة أو لا تسعة كابتن، سبعة، يعني هم ممكن يبقوا تسعة، آه، تسعة، اللي هو أعلم، هل أنا أحسبهم أهلي، وزمالك، تمام، آآ، بيرامدز، 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 اسماعيلي، اسماعيلي، آآ، فاركو، فاركو، افتحاد، محلة، محلة، آآ، هم دول السبع فرق اللي موجودين في الدوري، ما معرفش شباب شوفولنا لو في حد تاني قولولي برضو إيه اللي ممكن يحصل، لكن سبع مداربين أجانب أعتقد حتى الباقي، يعني لما تسمع مبي مع كشري، أحمد سامي، كريتون طريق العشري، فإم جلال في المصري الطريق العشري، كريتون شوق مع مع 1978 شوق غريب مع المأولين، كريتون شوق غريب مع معام drewis свидة مع أسوان، بالزبط كر تشوق غريب مع fans نفسة قرية مع اقوية، نفسة قرية جدا، كريتون حاحلة مع الدخلية، كريتون احمد عيوب مع الحرس، طبعا، مجموعة مداربين كبير متقي aquele суببat، يُت أعتبارهم شباب طبعا، طبعا، خبرة وشباب يعني لو أدمجنا الدولة الدولة السنة دي شكلها حيبا حلوة جدا جدا عشان كده بقولك المنافسة تبقى قوية تمام وفيش مباراة سهلة مفيش مباراة سهلة عشان كده بقولك يعني أسوان عامل صفقات كثيرة جدا جدا تمام هل أسوان هيجي مثلا لعب مولين مثلا يعني حدافع دم مولين لا أنا عايز أهلا هل أسوان لما يجي لعب أهل أو الزمالك أو برمز ما عندهش طموح إن هو يحاول يكسب بالمجموعة اللي موجودة دي لسه مخلص مع حمودي من حوالي ثلاثة أيام عنده أعتقد جايب إبونا تابعا لعيب كواز جدا طيب برضو أب الضبط لعيب مؤثر ولعيب قوي ولعيب سريع ولعيب هداف طبعا ممكن يفرم مع أسوان بشكل كبير جدا تمام الدجا الإعلامية اللي هم عاملينها ويعني عاملين شكل كواز جدا أسوان فممكن تلاقي مفاجأة الحصار ليسوا بتاع الدار الأهم فبرضه ستتفاجئ هل ممكن بمن أننا يعني دوري هبدأ 18 أكتوبر بعدها بشهر ونص يمكن يخلص عالي شهر ونص تقريبا هيبدأ الموسم الجديد في الانتقالات هل ممكن يبقى هنا في الانتقالات أخرى في ظل هذا الموسم الكبير من الانتقالات أه طبعا Delete طبعا ممكن هيفرق يعني يناير ه� instituto آه يفرق طبعا يا كابتool يفرق إحنا كمان نهرت الدقالة يحانان مهاجم مهاجم سوبر يا كابتون إسلام ومفروض كان فيه صفقة كانت بتخلص وأعتقد فيه عشان بس العائد المادي والأمور فيه فيه يعني فيه أطراف دخلت مش عارف يعني مش عاوز أتكلم فيها يعني كان لعيب مؤثر جداً ولعب قوي ولعب سريع يعني أنت كمان قادي أنت مش تغل لكن يعني خلينا نتفع بس أن ايه أنا مش عاوز يجب أي حد زي ما قلت لك عايز أتريس وعايز يعني أخد وقتي جداً جداً في اختيار لاعب محترف زي برونو سافيو قاعدنا فترة كبيرة جداً جداً نتابع اللعيب وآخر فترة كان شغالي ازاي وهل كان بيتصاب ولا لأ ونزمة مشاركاته عاملة ازاي ما هدي كلها إحصائيات أنا عاوزها اللعيب اللي أنا بتكلم عليه في الدوري الياباني النادي أهلي كمان خلص فيه بس يعني مش عارف ليه الناس علت سعر اللعب إيه اللي حصل مش عارف مهضوية صعبة جداً لكن إن شاء الله في ناير ممكن تلاقي النادي الأهلي بيتفاوض على لعب سوبر عشان يكون إضافة للنادي الأهلي بس بيني وبينك أنا أنا ما كنتش حابب يعني الوقت ده يكون فيه استعجال لأنه في النهاية أنا بشوف برضو دي وجهة نظري ما عرفش ليه يعني لما تيجي تتكلم في وجهات نظر دي وجهة نظري ممكن تكون إنت وجهة نظرك مختلفة ممكن حد من جمهور النادي الأهلي يتطفق معي أو يتطفق مع حضرتك أو يتطفق أو يختلف معانا لكن أنا بشوف يعني إنت المباراة سابقة اللي هي بتاعت المبارح خلينا نتكلم على التشكيل محمد الشنوي أقرب علي محمود متولي ومحمد عب مانح في نص الملعب أليو ديانج وعمر السلية ناحية اليمين طاهر ناحية الشمال أحمد عبدالقادر ومسافيو وشادي مصبوط مين اللي قعد احتياطي بقى نجوم كبار فرقة تالية صح علي نطفي مصطفى شبير تمام ثم ياسر إبراهيم كويس ومحمد هاني وايمان أشرف أفش وحمدي فتح أحمد فتح وشريف محمد مجدي أفشا وشريف وإسام حسن بالضبط بالضبط ده غير العشرة اللي موجودين في مصر فرقة تانية فرقة تانية تالتة انت عندك سكواد قوي وبالتالي أنا بشوف أن أنا ما فيش وجه للإستعجال بالضبط وحسين الشحات برضو وحسين طبعا وحسين الشحات المبارع برضو وقعربة مش مقايدة أفريقية لكن هاي بيجهز وقعربة مش مقايدة أفريقية بيجهز كويس وعنده طموح فبالتالي لا أنا بشوف أن أنت دي وجهات نظر أنا بشوف كده حضرتك ممكن تشوف ولا شايف حاجة تالية لا أنا باتفق معك تماما عشان كده بقول لك يا جبز أنت عندك سقوات قوي أنت عندك سقوات قوي أنا باتكلم بس أن أنت يعني مش بتلعب في بطولة أنت بتلعب في أكتر من بطولة فعشان كده أنا باتكلم أنا عاوز مهاجم سوبر لنادي الأهلي يكون إضافة قوية تمام لما يكون في مهاجم سوبر زي أنا كلمت عليه من شوية مع حسين حسين مع شريف وكمان خلي بالك لمن الساب أنت بتتكلم على شادي أنه برضو ما بلعبش مهاجم بس ده ممكن لعب لك عشرة وللعب لك جناح يمين وجناح شمال كل حاجة بالزبط كده زي بقول لسافيو اتفاجأت أنه بيلعب عشرة أنا شايف أنه جناح ممكن يفرع معانا لكن وجهة نظر مثل الكرة أحترمها ولعب مميز ولعب مؤثر شايف أنه حيفدنا هنا فعشان كده بقول أنا عاوز المنافسة تبقى قوية وده فايدة مين لفايدة دي فرقة وندل الأهلي حلو جدا طيب احنا رجعنا تاني ولكن خليني برضو روح لمنتخب مصر وروي فيتوريا ومباراة مع بلجيكا وبيدور على مباراة تانية بلجيكا تاني مصنف تاني عالميا مباراة صعبة جدا لكن أعز أقول لك حاجة ومهمة جدا لأن أنا الماضيين اللي فاتوا لمنتخب مصر يعني أنا مش هينفع قيم مصر فيتوريا في المباراة دول الفرق الأفريقية متواضعة جدا لكن لما تيجي تكلم على بلجيكا أنا عايز أتفرج على منتخب مصر مع فريش زي بلجيكا أنا أستفاد أنا أصلا أستفاد من أننا أحتاجات دولي مع لعبة مع نجون كبار زي دول إلا أنا أستفاده لما لعب مع نشي ليباريا يعني مع كل فرقة كام يعني مصنفة أقل من منتخب مصر عشان كده ومفيش مشاكل كمان أن أنت تبدأ بفرقة عشان مسي الشعب المصري وجمهور مصر ما نجيش على الرجل أنا مع الاتحاد ما فيش مشاكل لكن الديني كمان بقى يعني الديني كمان مباراة قوية الديني يعني يعني يعمل لي مباراة مثلا يعني مع منتخب السعودي مثلا عاوز ألاحف فرقة بلجيكا آه ماشي أعز أشوف بقى منتخب مصر مع منتخب بلجيكا بالضبط كده أنت بتتكلم على البرازيل وعلى بلجيكا تاني عالم صح وأعتقد الأرجنتين تانية فرقة على العالم تمام هم دول أقوة تانية فرقة في العالم أنا عاوز أشوف منتخب مصر مع بلجيكا أقدر أقيم لك منتخب بلجيكا في المباراة دي لكن اللي ظهر بشكل كويس محمود حماد ألعب وص الملعب بصراحة مكسب لمنتخب مصر أتكلم على مرموش ظهر بشكل كويس جدا في الموطشين طبعا محمد صراحة نجم كبير نتمنى له التوفير إن شاء الله مع ليفربول ومنتخب مصر يعني ما فيش جديدة كابتن ما الذي يحصل محمد صراحة كابتن من وجهة نوزرك والله أشوف أن مستر كولوب برضو بصراحة ما دعمش الفرقة بنجوم يعني برضو خروج من برضو يعني مش عارف أحسيت أنه أثر على فرقة ليفربول بنسبة خمسين غريبة جدا قوة قوة الفرقة وبعدنا بيجد نقول لا ده كويس أن يمشي عشان صلاح يركز صلاح كان مركز برضو هو موجود صحيح ممكن تكون المنافسة كانت بين مانية وبين صلاح كانت لمصلحة ليفربول صحيح كان لعب مانية ده لعب مهم جدا ومؤثر زي صلاح كده صلاح عنده سرعات وعنده كورة وصلاح هو صلاح هو نجم مصر وهو هو فخر العرب بالأمانة يعني مش أنه نتكلم عنه كويس لا ده هو في المكان استمرارية أداء صلاح الفني والتكتيكي والبدني والزهن ده ويكون مركز ويصل لمرحلة دي لا أنت صلاح لعب كبيرة صلاح نتعليب عالمي فنحن نفخر أنت من أفضل خمس لعبة في العالم أتمنى الحالة النفسية إن شاء الله أن نيفربول يأخذ مطش أو مطش عشان رجعه بالضبط كابت النخلة هل مع بداية الدولة في 18 أكتوبر هل من الممكن أن نرى ومع كمية الصفقات التي اتعاملت في كل الفرق هل من الممكن أن نرى وجوه جديدة تنضم لمنتخبنا الوطني طبعا أعتقد مع التركيز ومع التحضير ومع الإمكانيات التي نرى ديناتنا في الفرق لا كل الفرق تجهز بشكل كويس حتى اللاعبة كمان عندها دوافع أنها تجهز بشكل كويس اللاعب يعني خلاص أنت ممكن قبل كده كنت تتمر أنت مننا واحدة ولكن دولة فيه من أول أسبوع فيه أول تابرنتين لازم بالليل أنت بتاخد جيم بتاخد أول يومين في الأسبوع جيم لوحدك صحيح اللي إحنا بلنا إيه إسلام الشطر فورما الشغال على نفسه دي مهمة جدا اللاعبة خلاص كل واحد عارف أنا عارف أنه أنا لعيب قيمة أنا قيمة لازم أحافظ على نفسي لازم عيش كويس لازم أكل كويس لازم أتمرن كويس يعني محمد صلاح بيقول لك يعني ما بيأكلش كريستيانو نالضو بيقول لك ما بيأكلش الحاجات كلها كده ما بيش وقبة كاملة بيأكلها ده ده ليه بيحلم نفسه بالحاجات دي دي عشان يبقى كريستيانو نفس الموضوع ميسي بيعمل كده عشان عشان هو ميسي اللي محافظ على نفسه العشرين سنة فدت أفضل عيف في العالم فأعتقد الأمور بقى صعبة جدا يا كابتن ودوري هيبقى صعبة جدا المسلمين بيجاه طيب أخيرا يا كابتن نخلة يعني لو حابب بقى تقول حاجة لجمهور النادي الأهلي في خلال الفترة القادرة والله أنا من لنا شفته والفترة اللي فاتت الاربعين يوم اللي منصلكورة اشتغل فيهم وكابتن الخطيب بصراحة يعني الراحة اللي ده أهلي اللعيبة كلها أعتقد ده مكسب كبير جدا جدا لأنه الأهلي عودة الروح في مطش مبارح تمام شخصتنا الأهلي قارعت قارعت بس كابتن برضو إحنا يعني ليسا مش دي الفرقة اللي نقيم فيها لعبتنا أنا بقول كابداية كابداية كويسة كابداية كويسة لكن أعتقد يعني كل أهلي يتطمن إن شاء الله بإذن الله وراء كابتن محمود الخطيب وراء الإدارة واللعيبة كمان بصراحة يعني أعتقد أنه عندوافع دوافع كبيرة جدا لكن من سنين كتيرة ما فيش اتنين دورة عام يروح منك كابتن إسلام فأعتقد أن الدفع رقم واحد من اللعيبة جهاز الفني أعتقد بتركيز دوت إن شاء الله بإذن الله أنهما هيعملوا حاجة كويسة أول فترة اللي جاية تسعي الجمهور ناد الأهلي يا رب إن شاء الله وكل التوفيق لي ناد أنا أشكرك جدا يا كابتن على وجودك معنا شكرا جزيلا أنا استمتعت بهذا الحوار الفني الرائع حبيبي يا كابتن إسلام أنت غالي عندي وأنا شرفت بوجودي معاك شكرا جزيلا أنا كابتن نخلة كابتن نخلة طبعا نجم كبير ووجوده معنا الحقيقة شرف لنا في البيت الكبير ويعني طبعا كلنا كأهلوية ما ننساش هدفه في الهلال السعودي الحقيقة كلنا كأهلوية في البطولة العربية طبعا يعني جمهور الأهلي معلم كابتن أحمد نخلة بهذا الهدف الرائع حبيبي يا نجم حبيبي شكرا جزيلا لكابتن أحمد نخلة هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل أحمد ثابت وأمان جلبرتو في ديافة البيت الكبير